اشتركوا في القناة بجملة قالها قبل ان يترك سوريا منذ ايام جثتي واقفة على قدميها هي التي تغادر سوريا حيث ابقى مئة في المئة في السيديو بيروت الليلة هل ستتغير علاقة المسيحيين بمحيطهم بعد الثورة السورية وكيف يرى مستقبلهم في المشرق العربي ماذا تضيف شهادة حية من الداخل حول حقيقة الحراك السوري باولو اهلا وسهلا فيك بالستوديو بيروت اهلا وسهلا فيك ببيروت تركت سوريا يوم السبت يعني اقل من اسبوع انعرفت جدا خلال الثورة السورية حتى ان المتظاهرين عملوا مظاهرة اسمها احد باولو انا بعرف انه صار لك 30 سنة في سوريا انت من اصول ايطالية اه راهب مين انت غير هيك مين انت او شي سلام عليكم سلام عليك انتي والسلام على كل المشاهدين في كل الوطن العربي وابعد منه وشريفني جدا ان جالسكن جميعا اكون معك اليوم انا لم اترك سوريا انا يعني تردت من سوريا وجئت غصبة عن رأس يعني خرجت ضد ارادتي وبيان في الخارج ضد ارادتي وبايرادتي ان شاء الله وبايرادة كل المحبين للحرية اعود وهذا ايماني انت تتوقع راح تعود الامور اللي تخص الغيب يعرف الله علينا ان نساهم علينا ان نمارس مسئولية كاملة اليوم والتوفيق من رب العالمي لماذا تردت من سوريا يعني شو كان الاتهام مباشرة لك لان تطرد من سوريا هو شي مشاكلي بلشت قبل الربيع العربي مثلا هنا كتاب بهديليكيا اشكالية الاعتراف بالاخر بدنا بنشاطات في الحوار بين الاديان الحوار الثقافي منذ اكثر من عشر سنوات العمل مع المجتمع المدني على الاهتمام بالبيئة بالتنمية بالثقافة بالحوار الديني من نسبة لانا الحوار الديني ليس مجاملات تحت غطاء السلطات بل ارادة شعبية تبحث عن مستقبل روحي مشترك اشتغلنا شوي ضد الفساد وصار في مركبة غيمة فوق رأسنا وبأزار 2011 بمطلع الربيع انا وجدت اقامتي موقفة وبشهر 2011 السلطات الكنسية استلمت رسالة تقول انه انا لازم اروح من قبل الوزارة الخارجية وتبعا الوزارة تعرفي بسوريا الوزارات لسه الا واجهة في مثل حكومة هي السيطار وورا في دولة اخرى اسمها الامن اه في دولة اخرى اسمها الامن عن كل حال يعني انا انه راهب يتحدث عن الحوار هو مع التنمية مع تطور المجتمع بدك تسمح لانه كمان ما بفهم ليش يعني طردت بهذا الشكل بس خلينا نسمع مقطع من اول مرة يمكن الناس عرفتك حقيقة وهو نداء سميناي من نداء الميلاد لانه هذا النداء ظهر على اليوتيوب في مناسبة عيد الميلاد انا تركت البند اللي خلقت فيه من ابو ام طرع رعت فيه بحبه لكن اللحقت اشواقي التزاماتي لحقت دورا ايجابيا في هذه الدنيا وجدت شرية ودربت شرشي ودرست اللغة وانتزامت الثقافة ويعني اذا كان البلد الاول مسميه الوزن الام هذا اسمه الارض الهروس ويقول ان للنصارة لا يفضل كان الانسان ما وحده الله وان يفضل الصمت في سوريا عن الكلام في المنفى بهذا النداء هناك يعني امرين بدي نحكي فيهم لتفضل الصمت في سوريا عن الكلام في المنفى انت اليوم اذا فينا نعتبر في المنفى وانت تتحدث ولكنك لم تصمت في سوريا لم اصمت بسوريا او اشي لانا ما خرج الصمت يعني الكلام بتلا مني جبر وغصب وتدفق بدرجة الاولى سوريا وقعت على اتفاقيات دولية مع الجامعة العربية ومع كوفي انان بتوطيد حق حرية كل مواطن وكل انسان شريف ان يتكلم حرية الرأي وحرية التعبير فوقعت ما الدرورة ان اصمت اذا حرية الكلام اصبحت معطرف بها فتكلمت لانه البلد عم يغرق التزمت الصمت والولد عم يغرق خلاص يعني ما عاد في صمت اين يغرق تماما انا بدي من الاب باولو دالوليو يعطيني حقيقة شهادة حية نحنا شفناك يعني بالاشياء الافلام الصغيرة اللي ما رأيت على الانترنت شفناك بالقصير ذهبت للقصير لانه كانوا المختوفين مسيحيين ذهبت للقصير لانه بعض العيلات طلبوا مني مساعدة في البحث عن زويهن المختوفين او المختفيين منذ اشهر يعني فوجدت نفسي مجبورا مأمورا من قبل ألم هؤلاء وأيضا قلت يعني البس رداء الثياب الحوار الديني والوئام الاسلام المسيحي منذ سنوات و سنوات عند المحك هذا يعمل او لا يعمل هذا نظريات او حيات فقلت يلا على ما حك يا رجل فدخلت القصير و وجدت مجلس الثورة يعني يعرفوني و يحبوني و يقولوا عني و مبسوطين انهم بزورهم يعني انا وجدت حالي انا وجدت حالي بيا اهلي بجماعتي بصفي فصورنا ندرس المعضية مع بعض البساتين رح تحترق لانه الحواجز تبعى الجيش بتمع كل الناس اسلام و مسيحية هن يروحوا يشتغلوا ببساتينهم المستشفى خرب المستشفى الميداني يقصف السلات الغزائية ما بتوصل الناس ما بيقبضوا معاشيهم المعاشاتهم ماذا نعمل يلا بكرة بحاول اشوف الجماعة تبع كوفيانان فنزلت عالشام و صورنا نحكي مع جماعة كوفيانان و روبرت مود والجماعة تبعهم شو طلعا يعني انا باعرف انه بالاول انت بداية كنت مع مبادرة كوفيانان ولكن فيما بعد قلت انه يجب ان يكون هناك ثلاثين الف مراقب يرافقهم خمسين الف من المجتمع المدني يعني تتتلاف مراقب و ثلاثين الف يعني مرافق مرافق طيب اولا محادثاتك مع روبرت مود وجماعة كوفيانان في دمشق هل شعرت انهم وصلين الى افق مسدود ام انه هذه المبادرة هي بداية لنتيجة ما وتدويل هذه الازمة في سوريا بدي يجعب بمثال بسيط تعبير بسيط عربي لحي الكذابة بعب الدار مبادرة كوفيانان هي عمل متابعة الامور حتى تظهر بعض الحقائق اللي ان لم تظهر لا يستطيع المجتمع الدولي ان يمارس مسؤوليته لسيما بسبب الضغوطات المعروفة فانا وجدت رجال ونساء في مجموعة كوفيانان من كل الدول بما فيها الروسيين يريدون ان يعملوا عمل مهني صحيح ولكنهم يمنعون يريدون ان يصلوا الى مكان المعارك ولكنهم يمنعون يريدون ان يجمعوا البرهين للجرائم ولكنهم يمنعون فلذلك من يمنعهم يعني ليش ما بيطلع بيقول كوفيانان النظام السوري اذا كان النظام السوري بيمنعنا بدل ما يقولوا على العربية لبعض الناس اللي مع كوفيانان انه قوات النظام وايضا قوات الثورة هن اللي بيمنعونا هل هذا صحيح؟ الديبلوماسي ما بيشتغل الشغلي كل شغلي عنده اسلوبه الواقع انه عند التشاؤم من وقف اطلاق النار الجهتان صاروا ينزموا حالا لمتابعة الكفاح المسلح هذا واقعا للأرض اذا بتسمح بير باولو نحن رح نتوقف لحظاته نحكي تماما عن تسليح الثورة رأيك فيها ووضع المسيحيين نعود إلى برنامج استوديو بيروت وضيفنا هو الأب باولو دالوليو بير باولو اذا بتسمح كنا نحكي عن كوفيانان انا بدي منك يعني اجوي بسريع عن بعض المواضيع السياسية قبل ما نحكي عن وضع المسيحيين حكيت عن رأيك في قصة كوفيانان هل انت مع تدخل أجنبي في سوريا اليوم؟ انا مع تدخل أجنبي مضاعف وأطالب بالمجتمع الدولي في ممارسة كامل مسؤوليته دون ان تتخبه وراء مفهوم لعدم التدخل المسلح عدم تدخل المسلح معناته الضعاف من الأشخاص في الوجود التزام اقتصادي رهيب عمل ميداني كامل انا راهب ملتزم في مفهوم العنف تحدى وأطالب المجتمع الدولي في أن يلتزم كليا في إيجاد حل غير عني فيما يخص سوريا الأمور تأخرت تفاقمت صارت رهيب جدا أصبح الأمر أصعب بكثير تدخل أجنبي يعني قوات أجنبية قوات دولية تقصف في سوريا أو تدخل مع السوريا أنا كنت أطالب المجتمع الدولي ليأتي بخمسين ألف مرافق ومراقب للحضور بين القرية التي في خطر أنه بيهجم عليها عن يسكنوا مع الناس يبقوا مع الناس ينزلوا في المظاهرات معنا يكونوا مجتمع عالمي مدني مع المجتمع المدني السوري لتوطيد الحرية وللحركة تجاه الديمقراطية النادجة التي هي من حقنا نحن ما منشح هذا من المجتمع المدني العالمي المجتمع العالمي لازم يأتينا لازم يشتغل معنا حتى نعخذها نعنا بأيدينا وهن ما بيمنعونا أما الوضع الحالي هن عم يغطوا للطغاط كما كان في الماضي ليه أسباب إسرائيل لها مصلحة في الحرب الأهلية السورية إسرائيل وغيرها عنده مصلحة في الحرب الأهلية السنية الشيعية والحق بيروح بالتوشي هذا لازم يتوقف بيروح تسلح الثورة بتعرف أن المعارضة بدأت تباين فيها بأنه ناس مع تسلح الثورة أو الجيش الحر وناس مع عدم تسلح وإبقاء الثورة بمظاهرات سلمية وعصيان مدني شو رأيك اليوم؟ أنا بدي أحكي لك قصة شاب واحد بمس للكل هذا كان بالجيش العربي السوري منشان يروح يحرر فلسطين ولها حاله معمور أن يطلق النار على أولاد حارته وابن عمه وبنت أخته جماعته شعبه دميره قال له بكافي ما بمشي الحال فاطلع من الجيش بدوره على مين بحسن يوقف هذه الفضيحة وجدته كنا سوا بالسيارة عم رجع جثة من إنسان عامل تلع من معمل ورجع بيته وأتلوه مع 12 آخرين من من نفس المعمل عم بيرجع بيته إلى قريتهم اللي حظه مع كويس لأنه غرب العاصي فعم رجع جثة إلى الداعة تبعه الزلمة لحنا نسلمه لأهله وقفنا لشغله قال لي أبونا هيك هو المسلم يقول لي أبونا نحنا هيك بسوريا نحنا المسيحي يقول للمسلم شيخنا أبونا أنا ما بدي لا جاه ولا مال أنا في اللاح بدي أرجع أفلح أرضي حرا في سوريا حرة تحياتي لك يا سوري الشريف اليوم على كل حال هناك طائر يعني من طيارين الجيش السوري أخذ أو هرب في طائرته إلى الأردن بتفسرها سياسيا يعني بتفسر أنه هناك انشقاق في الجيش بدأ أم يعني الصورة هي أنه الجيش السوري هو متسماسك جدا خلف النظام حتى لو كان فيه انشقاقات يعني أنا لست خبير بشؤون استراتيجية نعم الرجال داخل الجيش في تمزق أخلاقي أدبي بين الالتزام في الجيش بكل ما يمثل أيضا كرمز الوطن وخوف على الشعب لازم نقيم هالأسطورة أنه كل العلوية مع النظام هذه أسطورة بشعة أنا بعرف من العلويين اللي يجوا للدير يبكوا رفاءاتهم المقتولين عن يد النظام أنا بعرف من العلويين اللي بقيوا في معتقل النظام سنوات نحن عم نشتغل في السلم الأهلي هذه سوريا الحقيقية ونحن لم نتنازل عنها هذا فيه تسلح يعني فيه ناس عم بتقول فيه قاعدة في سوريا فيه أحزاب متطرفة جدا ومعها القاعدة في سوريا مانا موجودة منها اللعب القاعدة في سوريا موجودة من قبل وصخرت في زهابها إلى العراق استخدمت في أوسخ الوظائف في لبنان نحن كتبتوا في رسالة مفتوحة لكوفي أنان بتعملوا حالكم في الأمم المتحدة كلها الأدياني أولاد الحضانة ما بتعرفوا أنتم وانفجارات دمشق أنه هناك مستنقع يعمل فيه ويصبح فيه كل السمكات الوسخة من المخابرات والمافيات والتطرف الديني وأنتم تعرفون هذا نحن نريد مجتمع عالمي يريد أن يخرج وينتهي من هذا المستنقع ويتحمل مسؤولية التماثن لذلك التسلح الثورة هو خطير لأنه ممكن السلاح يروح إلى هالمجموعات التسلح خطير والسلاح تروح إلى كل مكان وما في شك أنه التطرف الديني الموجود في الشرق الأوسد وهو موجود له من وسائل التمويل الشيء الكثير فلذلك على الثورة السورية أن تضع ضبط الجماعة كتوب ريوريتي الأولوية الأهم لكن، وهذا أيضاً ذكرت لكم قلت له هالموجودين في الفئات المتطرفة هذول أولادنا هذول موجيين من كوكب آخر هذول أولادنا عن مسؤولية أخلاقية في إعادة تهييلهم هذول من ينطلعون من التطرف إلى إعادة تهيئة والاهتمام الديني الثقافي حتى يرجع إلى المجتمع وحتى الإنفلات الأمني في سوريا اللي فيه الشيء الكثير المخطط هذا الشباب والرجال في منهم 30 واحد من التمين يجوا هاجموا على الدير اللي كنتوا فيه بالدين وعشرين إشباط دير مرموس هؤلاء الرجال يعني كلمهم الرهبان والرهبات ويجبهم يضيفون شاي وكذا لأوا حالهم في عالم آخر بلشت تظهر إنسانيتهم فهذول بدنا نرجعون هذول جماعاتنا بدنا نرجعون فولو في حرب أهلية في سوريا يعني أنت تركت من خمس تيال عندك شعور أن هناك حرب أهلية قد بدأت في سوريا في سوريا في ثورة وحرب أهلية أنا كتبت رسائل للدبلوماسيين بحزيران 2011 وقلت لهم أن الحرب الأهلية بدأت وكل الحق عليكم وعلى الدول تبعكم بما فيها الدبلوماسية الدينية والثورة قائمة وهي حقيقة وهي تجمع سوريين من كل الأطياف والحرب الأهلية أيضا قائمة على خط العاصي وعلى الساحل السوري وهي كارثة وطنية ولذلك علينا اليوم أن نقول للأطياف المتحاربة تعالوا إلى كلمة سواء الموضوع ليس بشار الأسد يا سيدي موضوعك ثنوي هون في وطن هون في ناس ما منقبل مطلق أن يكون إنسان أهم من وطن فالحالة هلأ تعالوا إلى كلمة سواء خلينا نشوف قلنا تركوا لهم أخذوا كل سلاح البلد اللي كانت لازم السوريين لأجل تحرير الوطن العربي أخذوها كلها لجبال العلوية سار هناك السلاح لأيوم السلاح لباس خلوا معكم لا تصدي طلبوا من كوفي أنان وجماعته من بانكيمون وجماعته من باراك ومعمى وجماعته من بوتين وجماعته من إيران من كل الناس تعالوا حطوا قوات دولية لحماية الجبل العلوي لحماية الحرارات العلوية في دمشق سيدا تقسيم هذا تقسيم سوريا هذا عكس التقسيم لأن الشعب يريد أن يكون واحدا هلأ الشعب عم يعيش تحدي الحرب الأهلية الناس عم يدبحوا بعضهم بالشاريع مدفوعين بمن يريد أن يستفيد من هذا ليحمي النظام القديم نحن يكون وافوا وافوا تنفزوا رواء خذوا كم شهر وقت لا تفكروا بواتا أنا كل ثقة أن سوريا أولا تكون الحلبة للمقاتلة السودية الإيرانية والصراع السن الشيعي والصراع الروسي الأمريكي تكون مكان الوفاق والوئام أما خلي لغة السلاح تنتهي لأنه كل واحد أغز حقه خاص؟ نحميكم ثم نحكي ونصلى شيء أنا أقول لك السلاح أنا أصدي من جنوب لبنان إلى تهران نحكي بمحور شيعي أول المشكلة نعم بير باولو ما معناك تلو أبدأ أحكي شوي عن المسيحيين ميشيل كيلوم بارح عمل مقال خطير جدا وقال الكنيسة ليست بخير أعطى كثير من الأمثال وأعتقد الحادثة المخيفة التي تتحدث عنها أن أحد مطارنة دمشق قد سلم الشباب إلى الأمن لأين يذهب المسيحيون في سوريا؟ أو شيء في مطارنة ما بيسلموا الشباب إلى الأمن لأنهن ذاته الأمن نعم فلا شيء غريب عن السوريين حتى السوري العادي بالشارية ما بيستغرب وتحياتي لاميشيل كيلو الصديق العزيز الكنيسة سخرت كأدوات لتوطيد الأنظمة الدكتاتورية في سوريا الحرية الدينية الحقيقية كل واحد يصلي كما بده في سوريا هذه ما في حدا بيهدي لناها هذه من حضارة العرب والمسلمين والمسيحيين واليهود العرب أبا عن جد وقرن عن قرن لا بس بيت الأسد فهموا أنه هذا شيء ضروري للحفاظ على النظام في سوريا وسخروا بطريقتهم اليوم خوارني مطارنا متعوضين ما في كلمة بيقولوها غير بيأخذوا إذن والمشايخ نفس الشيء الواحد ما بيطلع المنبر بيقول ما يشاء لكن حتى الفاتيكون لا يوجد موقف حاسم الفاتيكون شارك مرتين في لقاء أصدقاء سوريا الفاتيكون شارك في تونس وشارك في إسطنبول والبابا حكتت مرات المسيحيين في سوريا معني المسيحيون في سوريا خائفون غاية الخوف ونجح النظام في تخويفهم متر العلوية المسيحيون الوعيون موجودون في المعتقل مع الوعيين المسلمين ومع الوعيين العلويين الشعب المسيحي في خوف معظمه في حالة حيادية والبعض للأسف الشديد وبتأسف كبير يتآمرون مع النظام الأمني در باولو ماذا رأي الكنيسة فيك؟ الكنيسة فيك أنا أعلم كثير محبوب بالكنيسة ولو بس المشكلة إنه تعرف في اللاديان بصير شوي من الأنظم أعظون إنه المسيحيين ما تعلموا الديمقراطية في الكنعيز فالإنسان الحر اللي بيحكي بحرية مزعيش در باولو دروليو شكراً لوجودك معنا في الشيديو بيروت وفي بيروت دبي على حالة ننهي بلبس المشروع كله نحن نريد أن نخدم المصالحة وهي أقسان زيتون وهي ألوان وطننا وهدول شهدائنا المصالحة هي مستقبلنا ونحن ملتزمون فيه ولا مصالحة بدون ديمقراطية نادجة بدون حرية الرأي بدون إنسانية حقيقية فسوريا أنت فعلاً تتجهين إلى الخير والسلام والمصالحة والسلام عليكم شكراً بير باولو شكراً للمشاهدين لوفاءهم وإلى اللقاء أسبوع المقبل اشتركوا في القناة